كنت قاعد بجاهز لفيديو أشرح فيه تركيب وتشريح الأزن والعملية اللي بتحصل داخل ودننا علشان نقدر من خلالها أننا نسمع أي صوت وأيس فجأة اكتشفت أن فيه مصطلحات تقيلة فعلا مصطلحات صعبة وتقيلة على الطالب اللي لسه أول مرة بيذاكر حاجة زي تشريح الأزن فقلت أعمل فيديو كده تمهيدي أتكلم فيه عن المصطلحات الطبية التشريحية الخاصة بالأزن أنا أحمد شريف ودي قناة المختصر المفيد ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان في فيديوهات ومواضيع كتير لسه هنلخصها وهنشرحها بالمختصر المفيد أول حاجة كلمة إير يعني أزن وليها لحقها اسمها أتك فمثلا كلمة برو أتك يعني أمام الأزن وكلمة أتك أبسس يعني خراج في الأزن وبتنقسم الأزن إلى ثلاث أجزاء أزن خارجية اسمها كسترنال إير وأزن وسطه اسمها ميدل إير وأزن داخلية اسمها إينار إير الجزء الغضروفي والخارجي من الأزن واللي نقدر نمسكه بدينا اسمه أوريكل أوريكل يعني صوان الأزن وبيطلق عليه أيضا اسم بنا كلمة أدتوري معناها سمعي يعني أي حاجة متعلقة بالسمع مثلا العصب السمعي نقول عليه أدتوري نيرف وكذلك بتسوي كلمة أكوستيك ومعناها سمعي أو صوتي وبرضو في دراستنا التشريح الأزن هتقابلنا كلمة زي متاس ومعناها سماخ أو تجويف أو قناة فعندنا التجويف أو القناة السمعية الخارجية اسمها إكسترنال أدتوري متاس والقناة السمعية الداخلية اسمها إنترنال أدتوري متاس برضو هيقابلنا مصطلح زي تنبانم ودي معناها طابلة أيوة بالزبط كده طابلة الأزن بالإنجليز اسمها إير درام ولكن في لغة الطب اسمها تنبانك ميمبرين يعني طابلة الأزن والأزن الوسطى برضو اسمها تنبانك كافتي اللي هو التجويف الطابلي والتجويف اللي فيه طابلة الأزن بعد كده هيقابلنا تيوب أو قناة اسمها أدتوري تيوب القناة السمعية واللي اكتشفها عالم يطالي اسمه استاكيوس فأطلق على القناة دي اسم استيكيان تيوب يعني قناة استاكيوس هنعرفه أكتر في الجزء الخاص بالتشريع هتلاقي بعد كده في الأزن الوسطى ثلاثة عضمات وهم الميلياس يعني المطركة أو العضم المطركي وطبعا من شكله بنستنتج ليه تسمى بالاسم ده والعضمة التانية اسمها إنكس يعني السندان والعضمة التالتة اسمها ستيبس اللي هو العضم الركابي وده لأنه على شكل ركاب السرج بتاع الحصان بعد كده نيجي للأزن الداخلية تجويف الأزن الداخلية اسمه لابيرنس والتجويف ده بيحتوي على فيستبيول يعني مدخل أو دهليز بيوصل من قناة التانية وبرضو الأزن الداخلية بتحتوي على قنوات اسمها سيمي سيركولر كنالز يعني قنوات نصف دائرية وبتتحكم مع الفيستبيول في توازن الجسم وبتحتوي الأزن الداخلية برضو على كوكليا اللي هي كوقاعة الأزن اسمها كوكليا وده المسؤولة عن السمع الأزن الداخلية بتحتوي على سائل اسمه سائل لمفاوي موجود داخل الأزن الداخلية وبتم عادة امتصاصه داخل قناة اسمها بتنتهي بيجيب أو كيس اسمه لما بيحصل خلل أو عدم القدرة في التحكم سواء في إنتاج أو امتصاص السائل ده بيظهر مرض اسمه منير دي سيز وبكده خلصنا معظم المصطلحات التشريحية الخاصة بالأزن واستنوا فيديو تشريح الأزن قريب بإذن الله هتنسوش تعملوا لايك وتفعالوا جرس الإشارات علشان كل جديد واشتركوا بالقناة لو لسه مش مشتركي ترجمة نانسي قنقر